استكملت وزارة الإسكان اليوم الثلاثة تسلم شقق تمليك لأم الحصم الإسكاني بعد اكمال اكتمال نسب الإنجاز بالمشروع الذي يضم 128 شقة سكنية تم تخصيصها مسبقا لمستحقيها وفق معايير الأقدمية وقال الوكيل المصعد للسياسات والخدمات الإسكانية الدكتور خالد الحيدان إنه تم انتخاب مجالس إدارة المنتفعين من أصحاب الشقق أنفسهم للقيام بدورهم الذي حدده قرار وزير الإسكان لتأسيس اتحاد المنتفعين وضف أن الوزارة قامت بإشعار المنتفعين بالحضور إلى مبنى الوزارة والتوقيع على عقود الانتفاع وتحويلها إلى الإدارة لاستكمال الإجراءات والسلام مفاتيح وحداتهم السكنية وأكد الحيدان أن مشروع أم الحصم الإسكاني ياتي في إطار تنفيذ التوجيه الملكي السامي بشأن توزيع الوحدات الإسكانية للمواطنين المستحقين لها حسب الخطة المدرجة لتلبية الطلبات الإسكانية في إطار مشروع بناء 40 ألف وحدة سكنية يذكر أن مشروع أم الحصم يوفر 128 شقة في أربع عمارات سكنية وتتميز الشقق بتصميم عالية الجودة من الناحية الفنية والمعمارية اشتركوا في القناة